ترجمة نانسي قنقر وسموه للعهد رئيسي مجلس الوزراء وتمنيتهم لأعمال هذه الدورة بالنجاح والخروج بقرارات تسهم في دعم العمل الخليجي المشترك وأكد حميدان على أهمية القرارات التي تم التوصل إليها في المجالين العمالي والاجتماعي ومنها وضع واعتماد رؤى وسياسات التكيف مع متغيرات أسواق العمل الخليجية وتبني التجارب الناجحة في الحفاظ على معدلات البطالة والعمل على خلق فرص وظيفية لائقة وذات قيمة مضافة تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد من جانب آخر أشهدت لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بتنظيم مملكة البحرين جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة على المستوى العربي وخلال الاجتماع أقرت اللجنة مشروع استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2021-2025 والتي تضم أربع مبادرات ترجمة نانسي قنقر